هذا وقد أعلن إذن رئيس اؤتلاف النصر حيدر العبادي أمس مبادرة وطنية تضمنت في أول بنودها سحبا فوريا للثقة من الحكومة الحالية استنادا إلى المادة الحادية والستين من الدستور كما تضمنت تشكيل حكومة جديدة منتصف الشهر الحالي ببرنامج مؤقت وبحدود زمنية على أن تترأسها شخصية مستقلة يعين له معاون يهتم بشؤون التظاهرات وبحسب بيان العبادي فإن الحكومة الجديدة ستتولى أيضا إطلاق سراح المعتقلين والكشف عن قتلة المتظاهرين وقوات الأمن ومحاسبتهم وتعويض ذوي الضحايا إلى جانب القيام بتعديلات للقانون الانتخابي لكسر الاحتكار السياسي وتشكيل مفوضية انتخابات مستقلة وإجراء الانتخابات العامة المبكرة بإشراف دولي في غضون ستة أشهر وسيكون من مهام الحكومة الجديدة أيضا ضمان حصر استلاح بيد الدولة إصلاح القضاء حسم ملفات الفساد بالاستعانة بخبرات دولية فضلا عن تخليص الدولة ومؤسساتها من نظام المحاصصة